يتم الاتفاق على هذا التوافق من الأصحاب الشأن ويأخذ هذا الرأي ثم يطرح على النواب نواب الأمة إذن ليس إجماعاً مرة تانية نعم متى يكونوا إجماعاً بعد قرار النواب الشعب نحن كنا هي مراحل ولكن قبل أن يأخذ الشعب القرار بالتصويت على رأي معين صار طرحاً صار طرحاً يعني لو عملت لي مجمع فقهي لو عملت لي هيئة كبار العلماء لو عملت لي المجمع البحث الإسلامية وقدم كل منهم وجهة نظره بيقدم طرح هذا الطرح يقدم للشعب والشعب هو الذي يتخذ القرار عن طريق النواب بقانون أو عن طريق الشعب بالعمل أو أنه يختار ما يرتضيه بينه وبين الله بحسب رأي عبد الرزاق السنهوري أنه المسألة دي سلطة أمة سلطة أمة دور المجتهد ودور العالم أن يقدم للأمة الرأي المدعوم بالحجة هذا الرأي المدعوم بالحجة المتوافق عليه سيُعرَض على نواب الشعب نعم إذا ما حظي بقبول نواب الشعب أصبح هنا الإجماع عليه وأصبح هنا المسوّغ لتحويله إلى قانون ملزم فأصبح ملزما قانونا وشرعا طب أنت عارب؟ لا شرع فقها يعني فقها الكلمة شرعا دي نعم يعني كنا نقول شرعا يبقى شرع معنا في إيدينا تمام الشرع في يد الله سبحانه وتعالى نعم بيننا فقها يعني فهما نعم قناعتي وقناعتك نعم إيه رأي حظك للطرحة الجميل دهو أنا قرأته في تفسير المنار لمحمد رشيد رضا محمد رشيد رضا ده من الشخصيات تولد في لبنان أولا ومات في مصر نعم يعني هو لبناني مصري نعم عاش 35 سنة قبل 1900 وعاش 35 سنة بعد 1900 يعني مات 1935 وتولد 1865 عاش 70 سنة نعم قال من ظن ما قال إن الإجماع هو إجماع الأمة ويقصد بالأمة الشعب الأمر الثاني قال إن الإجماع قوته في مصلحته مش في عصمته يعني لا يصح إنك تدي للإجماع عصمة لأنه اتفاق بشري نعم فما تقدرش تدي الاتفاق بشري مهما كان هذا الاتفاق البشري ومتفقين على بق مع بعض إنه ياخد العصمة اللي هي المقدسة اللي لحق المطلق لا وإنما الإجماع قوته في مصلحته وتراضي المجتمعين عليه ده هم ما شايفين مصلحتهم كده أو ما جب لهم رأي وخالف تراضيهم يعني نفس الطرح اللي قاله الدكتور السنهوري أعتقد أنه أخده من المرحوم كلهم يا ربنا يرحمهم جميعا محمد رشيد 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 نعم ولذلك في الحقيقة مثل هذا الطرح الواعي الذي يساعدنا على أن نعيد الإجماع إلى سلطته القوية التنفيذية التي جعلت أو جعلته المصدر الثالث من مصادر التشريع نفس أقول لك حاجة يعني الدكتور عبد الحي قال نفس التعبير وأستاذك قلت نفس التعبير مصادر التشريع بل فيه كتاب بل فيه منهج اسمه مصادر التشريع وتاريخ التشريع أنا عايز أقول للناس جهر النهار أنا هوت ومن قناة مصر الأولى التشريع الذي يقال فيه كتب تاريخ التشريع ومصادر التشريع عند الفقهاء أي التشريع الفقهي نعم أي حكم الفقه فالفقه بيضع طرحه والحكم الفقهي طرح وليس حكم شرعي نعم إمتى يتحول الحكم الفقهي اللي هو الطرح طرح يعني رؤية يعني رأي إمتى يتحول الرأي إلى تدين لما يقتنع بيه الإنسان واليدين بيه من ربنا في العلاقات العبادية وفي التعامل لما الشعب يوفق عليه ويطلع بيه قانون هو فقط الكلمة لما يقال كلمة مصادر التشريع يقصد بها المصادر المعمول بها في الأمور المتعلقة بالشريعة طيب لكنها لا تنسب طب بس إحنا عايزين صحة المصطرحات لا تجعل عصمة ووظفتنا بنجدد مش وظفتنا إن إحنا بنردد السابق السابق ده رتب انفصان في الشعب فأصبح عند الشعب للأسف ثقافة عامة شريعة وقانون القانون وضعي جاي من فرنسا والشريعة جاي من عند ربنا والحقيقة الشريعة اللي بتقدم فقه والفقه جاي من اجتهاد بشري والاجتهاد البشري ده متعدد وليس أحاجي وأحد هذه التعدديات توافق ما اختاره القانون إذن القانون انتقى أفضل الأراء وهذا بحكم الدستور يعني إذن هذه المسألة أننا نعيد هذا الاعتبار التفعيلي العملي لموضوع الإجماع بطريقة علمية معاصرة منظمة لأنه غير معقول الآن أن نطرح مسألة اجتهادية ونبحث فيها عن إجماع بطريقة غير منظمة ده أنا عايز أقول لحضرتك فيه مشكلة خطيرة اللي قال عليها الدكتور عبد الحي والسيادتك مكرر بيها وهي مشكلة تعريف الإجماع الإجماع المصطلح الوحيد الذي تنازع في تفسيره وتعريفه الفقهاء والأصوليون على عدة تعريفات ولم يتافقوا على تعريف فيه يعني مالك رضي الله عنه بقول لك إجماع أهل المدينة نعم عدد من الأصوليين قالوا ده إجماع الصحابة العدد من الأصوليين فيما بعد قالوا إجماع المجتهدين عدد من الفقهاء قالوا لا ده إجماع أكثرية المجتهدين عدد من الأصوليين قالوا لا دا إجماع الأمة أمة محمد المؤمنين عدد من الفقهاء المعاصرين قالوا لا دا إجماع الأمة أي الشعب مؤمن وغير مؤمن توافقه لزي دستور أهل المدينة كل دي تعريفات للإجماع فإذا كان الإجماع نفسه تعريفه متعدد فكيف يكون حجة؟ هو الآن حجة باعتبار إلا أن تكون الحجة منبثقة من التعريف يعني عشان تديري حجيته يبقى حجيته منبثقة من التعريف طب قولي لو أن شيوخ الأرض اتفقت على كلمة أنا أتكلم على الفقهاء دا جدلا طبعا لأن لم يحدث على أرض الواقع لم يحدث لكن خيالا ما هناك من يرى أنه لم يتحقق ماشي بس اتفقوا على الرأي هل هذا الرأي الذي اتفقوا عليه؟ طبعا ما لهش علاقة بالكتاب والسنة لأن لو فيه كتاب يبقى كتاب حاكم لو فيه سنة يبقى سنة حاكمة مظبوط؟ إذن الإجماع بيكون فيه أمر ليس فيه نص لا فيه قرآن ولا فيه سنة طيب لما الإجماع هو اتفاق بشري والفقهاء قول مثلا عددهم قول مثلا عددهم نصف مليون وفي مصر احنا عندنا 110 مليون النصف مليون كلمتهم تمشي على 110 مليون؟ لا إذا شاءوا المسألة اختيارية لا يستطيعوا أن يلزموا بها إذن ما يبقاش إلزام؟ نعم ما نقول لحضرتك لا يتحول إذن ما يبقاش إيه؟ إلزام ما يبقى السيف لا يتحول إذن النصف مليون يوم يتفعوا على رأي فقهي يعتبر إيه؟ طرح نعم وليس إلزام تمام لا يتحول كما قلنا إلى إلزام إلا بتوافق نواب الأمة عليه باعتبار نواب الأمة ممثل الأمة هم أصحاب السلطة وهم الأمة وهم الأمة نعم لكن لو أردنا أن نعيد إليه فعلا الاعتبار لا بد من أن يكون من خلال هذه المؤسسات السيادية التي تجمع الأمة كلها المدنية المؤسسة المدنية هي دي نعم نعم لأنه لا مجال لهذا لأن المجامع الفقهية مختلفة طيب هناك مجمع لقد ترح أنا أعايز أحترم جميع المجامع الفقهية نعم تقدم ترحا ترحا ماشي ولا تقدم إلزاما تماما الإلزام ده إلزام يكون من أصحاب الشأن تمام وتقدم ترحوات ترحب يختلف بحسب اختلاف توجه المجتهد ومذهب المجتهد ووجهة المجمع الفقهي المعين نعم ولذلك نجد أنه القضية الوحدة الفتوى الوحدة بتختلف فيها الاجتهادات تبع المجامع طبع إذن هذه المجامع ستقدم ما تراه هي طرحها أنه أكثرهم أو أغلبهم توافق عليه ويقدم إلى هذه المؤسسات المدنية التي بتعتبر أن الأصول من الكتاب والسنة هو المنطلق لقوانينها الخاصة بها نعم بس عايزة أقولك حاجة نعم طرح ما فيه نص في الكتاب أو السنة لا إجماع صح نعم الإجماع عندما يكون ليس هناك نص لا أنا أتكلم حضرك على أنه القوانين التي تعتبر أن الدين هو مرجعيتها النهائية التي تتفق على هذا الأمر ف عنده هنا يكون الإجماع هذا معتبرا لأنه رعى الأمرين رعى أمر الشورى وأنه ليس استئثارا وليس انفرادا ورعى الأمر الآخر المصلحة المتحققة أو المحققة في نظر أصحاب هذا المقترح نعم هذه المصلحة عايز بقى في كلمة ختمية عشان نواتي خلص العلاقة ما بين الإجماع وبين القانون الإجماع مدخل أساسي جدا وضروري جدا للقانون لا أنا أريد أن أقول إجماع من أول إجماع إجماع قلنا إجماع أهل العلم إن كان إجماع نواب الشعب يبقى هو القانون ملاحظة واحدة بس إجماع أهل العلم مدخل للقانون بمعنى إجماع العلم ينتقل إلى النواب آه مدخل للقانون تشكر إلى النواب والنواب عندما يجمعون يتحول إلى قانون ملزم إذن سيادتك متفق على أن الفقهاء وعلماء الدين عندما يجتمعون على وجهة نظر أو على رأي فقه ليس فيه نص لك أو أمر سنة لأن شرط الإجماع أن يكون بغير نص كتاب سنة نعم يقدم إجماعهم ده كطرح نعم لنواب الشعب ونواب الشعب هم الذين يقررون يأخذون به أو يعدلون فيه بحسب مصلحة الشعب إذا كان أمر يتعلق بالمعاملات أمر يتعلق بالعبادات قدموه للشعب اختيارا كما أن الله قدم كتابه اختيارا ربنا أدم قرآنه وقول حق من ربكم فمن شاف إنما شاف ليكفر